عدو أكبر صالة إبني حتى عهد قريب كان الانتحار مفردة غير شائعة في المجتمع العراقي لكنها سرعان ما تغولت وأصبحت عبارة متداولة لظاهرة متفاقمة في بلد أصبح طاردا بل قاتلا لثرواته البشرية ارتفاع كبير في حالات الانتحار خلال الأشهر الأولى من النصف الثاني لعام 2021 هو ما تؤكده آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية في العراق حيث سجلت 97 حالة انتحار مؤخرا فيما تشكك لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالأرقام الرسمية المعلنة عازية للأسباب إلى صعوبة نقل جميع الضحايا للمستشفيات من أجل توثيقها لا سيما في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر الذي يعد عاملا أساسيا وراء ارتفاع حالات الانتحار لم تختلف تقارير مفوضية حقوق الإنسان كثيرا عن ذلك فجميعها تؤكد أن أسباب تفاقم الظاهرة تعود إلى الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد إضافة إلى تفشي البطالة وتعاطي المخدرات ناهيك عن المشاكل الاجتماعية وهو ما ذهب إليه باحثون ومتخصصون أكاديميون أحد الأسباب نعم التفاقق الأسري بالدرجة الأولى تعاطي المخدرات حالات نفسية أسباب اقتصادية أسباب اجتماعية كلها هي أسباب تنطوي تحت جناح إدارة الأزمات ووفق دراسة أمريكية أجراها مركز غالوب للدراسات الدولية حول نسب الانتحار وأسبابه حل العراق رابعا عالميا في عام 2018 وخلصت الدراسة إلى أن تفاقم المشاعر السلبية كالحزن والخوف والقلق والكآبة تعد أبرز الدوافع التي تؤدي بشباب إلى بغض حياتهم والميل للتخلص منها في بلد يواجه نقصا كبيرا في عدد الأطباء النفسيين الارتفاع المريع في عدد حالات الانتحار يلقي على السلطات الحكومية التي ينخرها الفساد مسؤولية تدارك الأمر وتوفير خدمات الدعم النفسي وفرص العمل لشباب باتت أحلامهم تتحطم على صخرة الفقر الذي تجاوزت نسبه حاجز الخمسة والثلاثين بالمئة